احنا ليه بنتعامل مع لعيبة الكورة في مصر؟ انه هم جرافيكس انه هم لعيبة بلاي ستيشن انه هم بنحركهم بدراع انه هم مش بنقادمين عندهم عضلات وقوة بدنية وارهاق وتفاصيل واصابات ونفس ويسيبك من كل ده بقى فيه انسانيات فيه انسانيات ده احنا في شغلنا بنقول ايه؟ امت بقى خلص الموسم بتاع شغلي ده عشان اخد اجازة اسبوع اسبوعين اخد ولادي وسافر اتنفس افض دماغي ارفع عن نفسي الضغوطات اللعيبة دي بتتحطي في ضغوطات يوميا يوميا ده ملل ده انتو بتكرهوهم في الكورة اذا كان احنا اللي بنتفرج احنا اللي بنتابع زهقنا ما بالك انت اللي بيلعب كل يوم مبلاها كاسة جماعة ومع لش يعني مع كامل الاحترام وانا دايما انتو عارفيني انا قديم معاكم في الكصة دي انا الاولوية عندي دايما منتخب مصر منتخب مصر ثم منتخب مصر ثم منتخب مصر بس مش من مصلحة منتخب مصر ان اللعيبة دي ما تريحش لازم كلنا كل واحد فينا وكل واحد في عمله يبص على المصلحة العامة مش كل واحد يبص يقولش معنانا يعني يجي الدوري يقولك ما هو اصلاحنا مش هينفع نخلص الدوري الا في اخر مش عارف سنة وهنعمل بعد كده بشكل استثنائي طب الكاس ما احنا مش ينفع نلعب منلغي الكاس عشان فيه نندية عندها اطموح في الكاس طب المنتخب لا ما هو المنتخب اولوية طبعا بس يعني لازم ياخد اللعيبة اللي هو عايزها طب يا جماعة ما هو فيه بنا قدمين بتتفرم في النص بتتفرم في النص مين بقى بيحط دا في اعتباره مين مين مسؤول يا جماعة ما يطلع مسؤول كده ويقول اه احنا متفاهمين دا بس برضو لما اللعيبة هتاخد راحة جزء معين دا مش هيحصل مشكلة طبية ولا بدنية ولا هيحصل لهم اصابات وهيفضلوا كويسين بس احنا اللعيبة بتاعتنا هي اللي بتتدلع والمدربين بتاعنا بيتدلعوا والإدارات بتاعتنا بتتدلع بس الصح كذا 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 فهمنا وقنعنا لكن كالعادة كالعادة الكل بيستخبى الكل بيستخبى ليه بيستخبى عشان هو ما عندوش منطق وما عندوش مضمون وما عندوش قرارات زكية وما عندوش خطة قصيرة المدى ما عندوش خطة بعيدة المدى ما شغلينها ايه يعني اقولك ايه كنت اقول حاجة قليلة شوية بس يعني شغلينها اي حاجة اي حاجة ماشيها يا عم ماشيها يا عم توقفش بقى وصادها بقى يا عم سيب المركب تمشي ما هتغرق ما احنا لو سبناها هتمشي كل شوية بالزق هتغرق لو سمحت يا مسؤول عن الكورة سين او صاد لو سمحت لو فيه مسؤول قردي عن الكورة يعني لو سمحت فكر شوية بالعقل يا اخي فكر شوية بالعقل يا اخي ما تمشيهاش كده حبي فكر خطط بالنهاردة وسامة ابو علي طبعا كلنا منبهرين بوسامة ابو علي اهدي الجودة اللي احنا بنقول عليها دايما واحد كان بيلعب في الدوري السويدي مهاجم كان بيلعب في الدوري السويدي جودة مختلفة تماما عن كل المهاجمين واللاعبين اللي في الدوري المصري طب ده ما ادلكش جرس كده وقالك هو احنا بنلعب ايه هو الدوري ده بتاعنا بيطلع ايه احنا قطاعات الناشئين عندنا بتعمل ايه ما قلقتش ما زعلتش ما خفتش ما تدايقتش ده احسن مهاجمين في الدوري المصري دلوقتي هم اجانب اه وسامة ابو علي مثلا ما بلوله اه اه هتتكلم مثلا في الزمان الكسيف الجزيري اه مين تا يعني اجانب اجانب ده لي لا بنبني ولا بنخطط ولا ايه حاجة سيبنها بالصدفة والله الصدفة مشتنا ان احنا نوصل نهاية كاس افريقيا شغال الصدفة وصلتنا ان احنا نوصل كاس عالم ياسيدي الصدفة وصلتنا ان احنا نوصل اه نصف نهاية الاليمبيات ياسيدي مش بقول صدفة ان كل دول قصروا سواء منتخب الاليمبيا او اول او يعني جات معهم صدفة انهم ما لعبوش اكتهدوا صدفة جيل صدفة ظروف بس احنا ما بنقاش نعمل حاجة تبقى عادية العادة يعني احنا لازم الصدفة هيلي تتحكم فينا طيب